السلام عليكم وعزائيكم. كنات نبض المعلومات من كل ما كانوا. هل أنبيكم من جديدة على قناتكم وكنات نبض المعلومات على اليوتيوب. اولا انا بعتذر جدا عن انقطاع عن القناة في فترة تلتين يوم اللي فاتت ولكن كان عندي ظروف ان انا بعدل على الموقع بعد ما نجلت من موقعي موقعي موقع نبض المعلومات من الورد من بلوجر ليه الورد بريس حصلت مشكلة كبيرة جدا وفي ناس للاسف ما زالش اغال على المشكلة دي. ولكن انا ما قبلتش ان انا اكمل آآ موضوع ان انا افضل في في مسيرة البلوجر آآ ان انا اكمل بعنوين بنفس عنوين على الورد بريس وده مشكلة كبيرة جدا والاسف في ناس لحد النهاردة بتشتغل عليها تمام? فانا النهاردة يا شباب جاي اوضح حاجة مهمة جدا وخبرة اكتسبتها بقدمها لحضرتك على طبق من دهب تقدر تطبقها على المدونة بتاعتك سواء كنت آآ هتنجل على بلوجر آآ عفوا تنجل على الورد بريس من من بلوجر ليه الورد بريس فانت ليك آآ اولوية الاختيار انك تحدد آآ هل هتكمل على نفس المسيرة ولا لا. براحتك انت انا هتديك المعلومة وحضرتك تقدر آآ آآ انت صاحب القرار انت اللي هتختار ازا كنت تكمل على نفس الخطأ اللي انت بترتكبه على الموقع بتاعك ولا لا. طبعا انا آآ في الفترة اللي فاتت اكتشفت ان انا بعد ما انا نجلت موقع من آآ بلوجر للورد بريس للأسف رجحت الموقع تاني على بلوجر ولكن عشان في حاجة مهمة جدا هذكر لحضرتكم دلوقتي ولكن انا عايز من حضرتك تركز جدا في الكلام اللي هقوله النهاردة لانه مهم جدا ومحادش هقولك الكلام ده لان الكلام ده آآ من خبرتي ومن آآ واجه خبرتي اللي اكتسبتها في التلاتين يوم اللي فاتت اللي انا ما قدرتش هنزل فيديو واحد على القناة وفضلت احاول لحد ما انا الحمد لله زبطت كل المقالات اللي موجودة عندي على الموقع اكتر من مئتين وخمسين مقالة قدرت ازبطها على عنوان العنوان الجديدة اللي هي اصلا بتحسن السيوب بتاع المقالة وبتزدني آآ يعني آآ اكتر ان انا آآ بتديني فرصة اكتر ان انا اتصدر فنتاج البحس في جوجل بطريقة سهلة جدا طبعا لو انا جيت على يا شباب لاحظوا كده انا هدخل على عادة عادة يما حد يجي ينجل مقالات بتاعته على بطريقة سهلة جدا بينجلها تمام ولكن في حاجة مهمة جدا يعني نيجي على كلمة الاعدادات ونيجي على حاجة اسمها الرابط الدائمة تمام هنلاقي في مواقع او قنوات عفوا قنوات كتيرة شرح الموضوع ده انك عشان يا ما تيجي تتصفح مقالة موجودة انت نجلتها من لو انت ما عملتش الكود ده المقالة هتجيب لك خطأ ربعمائة واربعة طبعا المقالة عندك مؤرشافة او المقالات عندك مؤرشافة كلها على على بلوجر آآ اللي انت نشرتها على بلوجر موجودة على آآ جوجل تمام فالزيارات اللي جاء لك جاء لك على العنوين المؤرشافة على جوجل تمام فانت لو عملتش الكود ده طبيعي انك لو عملت عنوان المقالة زي ما احاوله كده هتلاقي ان اي مقالة انت نشرتها على بلوجر سابقا وبيجيت على محركات البحث في جوجل هتلاقي بيجيب لك آآ خطأ ربعمائة واربعة تمام فهنا يا شباب آآ انا نصيحتي لكل شخص بينجل موقعه على آآ من بلوجر لا ترتكب هذا الخطأ لا تحط ما تحطش اكواد آآ تحول لك آآ او تخليك تكمل مسيرة العنوين اللي هي آآ بتاعة بلوجر او تكمل مسيرة العنوين بلوجر بمعنى ان انا آآ لو انا جيت عملت تركيب مخصص هنا لو ضغطت هنا تمام على الخيار ده وجيت على المنطقة دي وحشت الكود ده وضفت الكود اللي هو مشروع في القنوات او معظم القنوات اللي هو عشان ما يجيب لكش خطأ اربعمائة واربعة آآ وتفقد الارشفة بتاعة المقالات الجديمة اللي عندك على بلوجر ولكن في الحقيقة انت فعلا كده بتحقق آآ ميزة ان انت آآ بتكمل مصيرة بلوجر مصيرة بلوجر ان انا افضل على نفس العنوان بتاع آآ عنوين بتاعة بلوجر مش هتتغير يعني سواء كان العنوان مكتوب التاريخ بعد الدومين بتاعك وبعد كده شوية رموز كده مش مفهومين في العنوان آآ او الرابط بتاع المقالة وده آآ خطأ فادح جدا بيقلل من آآ يعني بيقلل من نسبة ظهورك في او آآ نسبة ظهورك في جوجل آآ في المقالات وتتصدر النتاج البحث وده مهمة جدا يا شباب لازم نخلي بدنا منها آآ فاحنا هنا يا شباب لو انت لسه مبتدأ وحابب تبدأ صح ابدأ على بالطريقة الصحيحة صحيحة بالطريقة الصحيحة اللي كنت تختار عنوان المقالة انا عايز عنوان المقالة بس هو اللي يظهر باللغة العربية عشان ده بيحسن من بتاع المقالة ومش هكمل انا مصيرة بلوجر مصيرة بلوجر ان انا آآ مش بفقد زيارات تمام ولكن انا بكمل كأيني على بلوجر بالزبط ولكن اللي زاد عندي ان انا ضفت آآ شوية اضافات هما اللي بيساعدوني في ولكن هنا آآ خطأ فادح جدا بيقع فيه معظم الناس ومعظم المدونين اللي هما بيبقوا اساسا على بلوجر ويرجعوا ينجلوا على ولكن بنفس الكود ده الكود ده شباب بيعملوا مشكلة كبيرة جدا وهنشوف الكلام ده مع بعضنا دلوقت لو جيت انا عملت كده زيارة انت الموقع ونعمل فتح كده الموقع بتاعنا في صفحة جديدة لاحظوا كده يا شباب ان انا هنا لخصت الموقع بتاعي في حاجة سهلة جدا اولا انا هنا ما ضفتش اي اضافات للموقع ولا اي حاجة سهلة جدا اخر المقالات اللي بتتنشر هنا حضرتك حابت او ازاي الحابب يتصفح اي جسم من الاكسان دي بيقدر يتصفح زي ما هو عايز عايز يشوف اخر المقالات انا بنزلها بكل سهولة الواجهة هنا وجهة الموقع وجهة سهلة جدا ليه لخصت لخصت الموضوع في السهولة دي وخليت الموقع بيعرض لي اه تمن اه مقالات الاخرانيين على الوجهة الرئاسية اه علشان بكل بساطة علشان استفاد من سرعة الموقع وسرعة الموقع مهمة جدا في تمام بتحسن من اه الموقع اه او بتظهر اه موقعي في نتائج البحث الاولى وده بيحسن من المقالات طبعا وغيره اه في اه عناكب البحث في جوجل اه لو جيت هنا يا شباب لاحزوا كده ان عندي هنا كيفية تسريع ده اخر مقالة انا كدبتها تمام لو جيت انا ضغط كده على اكمل القراءة لاحزوا كده يا شباب ان هنا ما ظهر ليش اي رموز انا كده دخلت المقالة هو دخلت داخل المقالة المفروض ان داخل المقالة هو وبجرأ المقالة كزائر عادي داخل يجراها تمام لاحزوا كده يا شباب عندي هنا عنوان المقالة مكتوب كيفية تسريع مدونة بلوجر الفين اتنين وعشرين لاحزوا كده في العنوان او الرابط بتاع المقالة نفسها مكتوب ايه كيفية شرطة تسريع شرطة مدونة بلوجر الفين اتنين وعشرين تمام كده ده هو المفروض يبجأ العنوان بتاع المقالة بتاعتك في على الورد برسم مش بلوجر. طبعا انت لو انا حطت الكود اللي انا مشغله واللي انا ضفته ولجيت فيه مشكلة كبيرة جدا ان آآ المقالة بتاحت مش بتتصدر في النتائج البحث. لو انت عندك نفس المشكلة دي لو انت لجيت دخلت عندك محاول من بلوجر للورد بريس ودخلت لقيت على عنوان بتاع الموقع بتاعك ولجيت رموز والتاريخ والحوارات دي زي اللي موجودة على بلوجر اعرف على طول ان دي مشكلة آآ العنوان عندك مشكلة كبيرة جدا ده اساسي في تصدر النتائج البحث مش اساسي ولكن هو جزء من اساسيات تصدر نتائج البحث الاولى في جوجل طبعا المقالة بتاحتك يما تبقى مكتوبة باللغة العربية في العنوان ده بيساعد طبعا مع العنوان بيساعد مع اساسيات المقالة في سواء كانت الصور المنضافة او الرابط الداخلية والرابط والرابط الخارجية وحاجات تانية في المقال ده بيساعد ده جزء اساسي برضو من تحسين المقالة بتاحتك وبيخليها آآ سراعة جدا في تصدر نتائج البحث الاولى في جوجل فانت هنا يما تيجي تدخل وتحط الكود لو انا حطط الكود دلوقتي محاول من الورد بريس وحابب ان انا اظهر الزيارات بتاعت بلوجر عشان ما يجيبش الزائر اللي هو داخل على العنوان المقارشف على بلوجر آآ خطأ ربعمائة واربعة بيجي هنا عنوان كده آآ ملغبط والتاريخ وحوارات دي طبعا ده بيقل من ظهورك لحتى انت يما تيجي تكتب مقالة بعد كده بتلاقي ان كل المقالات اللي انت بتكتبها على بتلاقي بنفس بتلاقي ان التاريخ والعنوان آآ ملغبط عنوان العنوان ده اللي هو الرابط بتاع المقالة تلاقيهم لغبط لغبطة سودع وآآ بيقل طبعا من ظهورك في نتاج البحس وتصدى نتاج البحس آآ في جوجل للمقالات بتاعتك فانت نصيحة ليك انت هتفقد شوية زيارات لو انت عندك شوية زيارات على بلوجر بتفقدها ولكن انت عدل اهم حاجة آآ العنوان ده لازم يا ما تيجي تزبط آآ اختيار العنوان تمام حدد ان انت تختار عنوان المقالة ما تختارش تركيب مخصص وتحط الكود بتاع اللي هو ما يخليكش انك تفقد الارشفة تمام ده مهمة جدا الخطوة مهمة جدا يا شباب دي آآ اساسي في بناء موقع ناجح يا ما انت تبدأ تبدأ تشتغل على الموقع بتاعك بالشكل ده على طول هو انت كده كده بتعلم على الخيار ده او العنوان ده عنوان المقالة هو بياخد لك من عنوان المقالة بيحط لك على تلقاء كده العنوان في الرابط بدون ما انت تضحطها انت ملكش دعب حططان الكلمة كافية تسريع عنوان آآ كافية تسريع مدوات بلوجر هو بياخد العنوان اللي انت بتكتبه للمقالة تلقاء كده بيحطولك على الرابط بتاع المقالة وده بيحسن من آآ المقالة في السيو ده مهمة جدا يا شباب تمام فانا بس عشان الفيديو ما يطولش فيه شروحات كتيرة وحاجات كتيرة اكتشفت اكتشفتها في خلال الفتر اللي فاتت اثناء ناجلي من بلوجر الورد براس هنشوفها ان شاء الله مع بعضينا في الدوريس اللي جاية انا كنت جاية اقول لكم بس وحشتوني جدا وآآ ده سبب اللي خلاني ان انا آآ ما مزهرش او آآ ما نزلش لحضراتكم فيديوهات على قناتكم آآ قناتكم قناة نبض المعلومات على اليوتيوب وان شاء الله انتظرونا في الدوريس اللي جاية في مفاجآت كتير جدا انا وحضر لحضراتكم في خلال الفترة اللي انا آآ آآ غبتها وان شاء الله هتستفادوا آآ حرفيا من المعلومات دي ما تنسوا بلايك الفيديو لو عجبك وآآ لو انت اول ما رشوفنا النهاردة تشرفنا وتضغط اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على كل عشان وصل لكل جديد القناة وانتظرونا في الدوريس اللي جاية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته